زي ما اتفقنا لو حبينا نقول ايه اهم اسباب القصور الكلوي وارتفاع انزيمات الكلة هو رقم واحد السكر مرض السكر هو بيؤدي الى حوالي 30-35% من حالات القصور الكلوي ثم والفشل الكلوي وبالتالي اي مريض سكر لازم يحط في المهو في المتابعة الكلية لازم دايما وهو بيروح للطبيب بتاعه ويطلب انه يشوف انزيمات الكلة اخبارها ايه طيب امتى يحس ان هو جاله ان مرض السكر اثر على الكليتين ممكن واحد يقول اكيد هيلق انزيمات الكلة مرتفعة اقول له لا مش شرط السكر بيأثر على الكليتين باكتر من شكل اول حاجة في مرحلة الاوانية بيبقى ما بيعبرش عن نفسه بارتفاع انزيمات الكلة ليه لان احنا قلنا ربنا خلق لنا كليتين فانزيمات ما بترتفعش الا ما بيحصل فشل لاكتر من 50% من نسيج الكليتين على بعض وعشان كده ممكن يكون السكر مأثر على نسبة من نسيج الكلة بس مش ظاهر في التحليل طب نعرف ازاي ممكن كاعراض احس ان مثلا ان ممكن يحصل تورم في القدمين رجل المريض يبقى ورمة تلاقي الشراب معلم كده في طرف رجله ممكن يحصل تأثر في العينين طبعا لما نسيج الكلة بيتأثر برضو في ناس الوقت الشباكية في العين بتتأثر فلو مريض سكر السكر قدى الى تأثر شباكية العين يبقى بالتبعية في الغالب هيكون الكلة بنتأثر بشكل ما طبعا الاهم من الاعراض التحليل لازم اعمل تحليل غير انزيمات الكلة طبعا لان قلنا انزيمات الكلة بتبقى في وقت مبكر مش باينة بعمل تحليل بول وبشوف نسبة الزلال في البول لانه بشكل كبير لو في زلال في البول بالنسبة لمريض السكر يبقى يكون سببه تأثر الكليتين يعني لو مريض السكر جاله زلال في البول يبقى الكليتين بدأت تتأثر بسبب السكر وهل ده لي علاج اه لي علاج والعلاج رقم واحد نحن نزبط نسبة السكر في الدم رقم اتنين فيه ادوية الطبيب الكلا بيبقى عارفها وبيكتبها بتقلل نسبة الزلال في البول وبتحافظ على الكلتين على المدى البعيد